ما زال الغموض في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه اليمن سيد الموقف فبينما تتوالى تصريحات أمريكية بالاعتراف بالشرعية وتحذير سلطة الانقلاب وتهديد إيران تصدر في الوقت ذاته تصريحات للسفير الأمريكي لدى اليمن ماسيو تولار تؤكد تمسك الإدارة الأمريكية بخطة كيري تصريحات تولار لاقت ارتياح لدى ميليشيا الانقلاب حيث أعلن الناطق الرسمي باسمها محمد عبد السلام تمسك جماعته بمبادرة كيري تتزامن هذه المواقف الأمريكية المتناقضة مع تكثيف لعملياتها الجوية ضد القاعدة في ظل تساؤلات عن طبيعة هذه العمليات وإمكانية وجود تنسيق حقيقي مع الشرعية يرى مراقبون أن واشنطن تلعب في ساحة فراغ لا دولة لصالح فرض واقع جديد لها في اليمن فهي تعلن دعمها للشرعية لتوسيع تدخلاتها الجوية بدون شروط مكلفة لها في ذات الوقت الذي تعطي فيه انطباعا لسلطة الانقلاب بإمكانية استمرار التعاون معها تتزامن هذه التطورات في السياسة الأمريكية مع توجه أمريكي باتجاه ترتيب أعداء واشنطن فمواجهة كوريا الشمالية والصين كما تقول واشنطن تسبق تحجيم النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط يبقى الأهم هو كيفية تعامل الشرعية مع المواقف الأمريكية فإذا كان من الصعب رفض التدخلات العسكرية المباشرة لواشنطن فإن المتاح في نظر محللين هو إمكانية التنسيق معها لمنع تخلق جماعات إرهابية جديدة في المستقبل اشتركوا في القناة